ويذكر ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى عز الدين بن جماعة أحد علماء المسلمين وكان يلقب بقاضي القضاة يعني مرت فترة على المسلمين تسمون بمثل هذه الأسماء كان يلقب بقاضي القضاة عز الدين بن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى يقول فنمت ليلة فرأيت أبي في المنام يقول فقلت له كيف حالك يا أبي قال أنا بخير وما علي أضر من هذا الاسم قاضي القضات أنك متسمي هذا أضر شيء علي متضايق من الأب وهو ميت يقول أشد علي هذا الاسم قاضي القضات يقول فلما أصبح نادى كاتبة قال لا تكتبوا قاضي القضات ألغوا قاضي القضات لا تكتبوا توقيعي قاضي القضات اكتبوا قاضي المسلمين